بسم الله الرحمن الرحيم واركعة لكم فيديو جديد النهاردة هنعمل مع بعض ديكوردة هقولوكو في كم تكاية كده مختلفة عن كل مرة ما بدأ ايه انا عايزاكو نات كتير ايه بتسألني انتي بتغدي معاك ايه طيب انتي بتسيب الشغل ده ولا لأ طيب يعني بتشتغل هنا كل حاجة ولا بتعمل جهازي حاجة في البيت كل الاسئات بإذن الله هجاوب عليها في الفيديو ده هتابعوني الاخر عشان يعني اي سؤال بقى في الكومنتات او كده يبقى انا اجاوبته في الفيديو ده تمام اي سؤال برده قدولي في الكومنتات وبإذن الله في الفيديوات الجاية هحاول اجاوب عليه وسط الشغل او وسط الايه وسط الشغل زي ما انا بعمل كده دلوقتي اول حاجة طبعا انتوا اكيد شفتوا الفيديو ده البداية عاملة ازاي وانا عملته ازاي وكده ده كان اول فيديو كنت نفذه في البيت ديكور الورد تمام بتاع الاستندر المدور انا بقى هنا بعدها عملت ايه بدأت اشيل الورد السيمون منه وخليت الورد الابيض زي ما هو بما ان يعني ايه اسهله عنافسي شوية تمام يبقى انا شلت الورد السيموني فاتبقى الابيض بس ممكن تعملوا بقى انتوا الخطوة دي واتزبطوها عملتها في فيديو قبل كده كتير جدا يبقى انا اول حاجة بعملوا انا كده مثلا في البيت هو بجهز كل حاجة انا بقى حبيته غير في الشكل بدلا ما يبقوا الاثنين قد بعط اللي هو الورد الاثنين قد بعط فهاخد منه حتة زيادة من الجنب اليمين ده علشان اكبر الجنب الشمال شوية بحيث ان احنا بنعمل حاجة مختلفة عن الفيديو اللي فات طيب عرفتك الفيديو ده متصور من زمان عشان بس محدش يقول الفيديو قديم في اي لغبطة فممكن يكون ده في الاول بدأت ان انا كنت عايز زود حتة عشان برضو اكبر الموضوع شوية فعملت ايه زودتها بالفيل طبعا انت عندكم اتنين اوبشن اللي هو الفيل يا تستخدموا الفيل يا تستخدموا النودلز الفيل عادتنا ببقى متغفر في بيوت كتيرة جدا والنودلز بتلاقوها انا في الكاهرة فالعطبة عند بتوع الفيل اا او عندي بتوع بالزبط يعني بتوع الفايبر والسفينج لو ربنا اراد ونزلت العتبة تاني اكيد ان شاء الله هحاول اصور لكم المكان بالتحديد اشان هكتير قوي ساعتني عليه انا هدخل مرة دي الوان ورد مختلفة هدخل الكشمير والموف ده عندي بيبقى غامق شوية تحس ان هو منفتجي قوي والدرجة من الموف دي هحاول كده كلها موفات بس انا هكسره بالابيض عشان يبقى الموضوع ايه يفتح الدنيا شوية فممكن يكون الاضاءة مش احسن حاجة هنا الموف ده هنا او الواردة اللي انتو عارفينها دي اكيد شفتوها معايا قبل كده بتقلب معايا هنا اسود في التصوير بس هي موف غامق شوية فهي من قريب زي ما انتو شايفين زي ما انتو شفتوها يعني بحاول ان انا اوزع الواردة على قد مقدر كل ده بجهزه قبل الايفنت مثلا بيوم او راح الصبح مثلا فبجهزه الصبح حسب منتو مقدرتكو ايه تمام يبقى انا بجهز الستاند انتو ممكن طبعا عما فكرة في فيديوهات تانية اا قبل كده اللي شفتني يعني اا انا عملته كنت بعمل بشتغل على الصفرة عادي تمام بس ده عشان الستاند المدور عشان ابقى انا عارفة التدوير عاملة ازاي الحركة عاملة ازاي هيبقى كده بس طبعا لما بتشتغل على الصفرة الموضوع بيبقى اهدى شوية لان كمان الموضوع بيبقى موتع بشوية لما بتشتغلوا كده لانتو بتطلع على كرسي بتنزلوا من على كرسي على طول وتعملوا لكن الصفرة اهدى شوية والطف يعني بابتدي وزعه على قد مقدر بحيث الابيض كله ما يبقاش جنب بعضه نفصل بين كل ابيض وابيض بوردة موف او وردة كشمير او ما بعزها جدا لما تيجوا تضيفوا وردة كبيرة او انتو وردة خايفين عليها زي دي حاولوا تعملوها بقيت شوية عن اليدين يعني حاولوا على قد ما تقدروا هتوزعوا واحدة تحت بس ببقى في النص وتثبتوها بالشمع زي ما انتو عارفين طبعا يعني وده اللي هو البينك او الكشمير بقى درقتين كده مختلفين بكذا نوع ورد يعني تمام يبقى انا كده بظبط تقريبا الورد بجهزه من عندي في البيت وببتدي ان انا ازبطه ارسه زي ما انتو شايفين كده اكني بعمله هناك عند في الايفنت ملعا لانه ممكن ياخد معنا وقت طويل قوي فكده احسن لي بوفر طاقت شوية هسيب الطاقة دي ان احنا لما نكون في الايفنت نفس الصبح نحط الاستاند الكبير نعمل استمداد وهتشوفوا ان هعمل ايه هناك دلوقتي خلاص رصينا على قد ما قدرنا طبعا انا ما ثبتش انا بس حطهم كده مؤكتا وخلاص الاستاند طبعا انتو عارفينه استخدمتو معاكو قبل كده كتير جدا بس بصراحة الحديد اسهل واحلى بكتير هتشوفوا في فيديو قريب باذن الله الاستاند ليه احسن بالذات لو هتحطوا استارة نور استارة كده فالاستاند التاني احسن بكتير طبعا الاستاند البي بي سي ده تمام هيقدر غرض مش هيقول اي حاجة بس خلي بالكو ممكن سهل ان هو يقع سهل ان هو يتحرك بس ترمى في البيت يعني الى حد ما ملموم خلاص لكن لو هتعمله في مكان اوبن اير انسوا خلص الاستاند البي بي سي ده مهما كان هو متانته فهو كان صعب بالنسبالي انا بثبت في الزوايا دي بسلو تبه علشان لو في حركه خفيفه وانا بشد السطورة بتاع مايفكش مني طبعا انتو شوفتوني بالاستاند ده قبل كده كده كتير جدا وزي ما بقولوكم الفيديو كان من فترة فعلشان كده هتلاقوه قدي معي دي كان اول مرة استعدين فيها استارة النور دي كتلت شارياها من العتبة كنت جابها بمتين وخمسين جنيه من العتبة تمام مش لازم نحدد مكان معين يعني الافضل لانها بصراحة ما عاجبتنيش لانها قسيرة مش من نوع اللي هي الطويل يعني انا كنت فاكرة عرضها طويل ماشي العرض بتاعها حلو جدا لكن بالنسبة للطول هي بالنسبة لي كانت قسيرة بس في حاجة بقى ممكن هي قسيرة عشان الستاند اللي انا عاملاها عليه طويل شوية فالموضوع ما كانش احسن حاجة لكن لو هتعملوها على الستاند المدور فاعتقد هتبقى مناسبة جدا تمام الستارة دي تبقى تقريبا عرضها 3 متر او 5 متر يعني حسب بقى استارة وحسب النوع وحسب مكان اللي هتجيبوها منه هي من فترة كبيرة جابها 250 جنيه يعني من الصف اللي فات فخلي بالكو برضو الفيديو دو للأسف انا كنت عاملاها ونسيها تماما بس حبيت برضو قد تحلوكو حوار الستارة دي لما ليجي بقى هعملوكو ايفينت قريب باذن الله باذن الله يعني بدون مقطع هقولوكو برضو حوار الستارة دي على الستاند الحديد هتبقى اسهل ازاي وطريقتها ازاي احسن بكثير من الطريقة اللي انا عملتها دي دي بقى انا عملت ايه فيه بيبقى فيه خيط اللي هو المتدكك فيه الاستارة من ورا فانا بعمل ايه باخد لمبة واحدة من اللمبات دي وادخلها في استارة من ورا كنت بثبتها كده في حالة تانية ممكن تثبتوه تمام وهقولها لكم بقى دي في الفيديو اللي جاي يعني باذن الله مش اللي جاي بالزبط بس الفيديو اللي هنفس فيه الورد الورد اللي هو الستاند المربع فهي يعني دعواتكو بقى باذن الله وطبعا انا صوتي بانعلي انه هتعبين فدعواتكو ربنا يصلح الحال يعني ويهي هعمل كده في كل استارة لحد ما يعني ده تجلسان ده طيبا انا عرضه ثلاثة متر في عشان كده او اثنين ونص حاجة كده فالحمده لله يعني كافة هيو طويلة وزي الفل خلي بالكو برضو ان يكون اخر مكان انتو هتعملوا منه الفيشة يكون جنب فيشة فعلا تمام برضو عشان ايه ممكن تقلبوها يمين شمال فخلي بالكو اتمكن الفيشة فين وبتعملوها طبعا لازم ارفع حد يرفع معاكو في اللحظة دي علشان نوقف الستاند زي ما هو زي ما انتو شايفين كده الستاند الحمد لله قعد معايا فترة وكتر الف خيرو ان هو اعمل كده معايا يعني مش هقول ان هو ما اوحش دلوقتي او كده طبعا عايز اقولوكو ان انا عاملة فيديو عن الستاندات الحديد روحوا شوفوها وعملة فيديو على الاماكن باع الورد عشان ما تجيوش تقولو دي جبت الورد منين او الخمات منين ردت على الخمات اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي الخمات بتاعت اللي هي النودلز ممكن كمان على فكرة فيه سوبر مارك سوبر ماركتوت كبير بيبقى موجود عنده النودلز دي بتبقى سميكة شوية اللي هي بتاعت السباحة وممكن اي مكاتب بتاعت ادوات رياضية هتلاقوها عنده فانتوا اسألوا ودوروا وشوفوا المناسب ليكم لو مناسب ليكم العتبة روح هتوها من العتبة فاكيد هتبقى ارخص ودي خفيفة شوية اعتقد اللي في المحلات او في السوبر ماركت بيبقى سميكة شوية علشان بتاعت السباحة تستحمل شيل الاطفال او شيل الناس اللي بتتعامل معيها طبعا بنثبت بالافيز تمام زي ما انتوا بقى يعني يعارفين اللي اول مرة يشوفني ياريتشوف الفيديوهات اللي فات عشان يفهم لو في حاجة واحد منه يشوف كل حاجة الاستنتات يا جماعة زي ما قلت لكم انا عملت فيديو عنها قبل كده الوارد اماكن بيع الوارد انا عاملة فيديو عنها قبل كده فخشوا على القناة كده وشوفوا لو ما شفتوش الفيديو بتاع اللي هو الوارد دي كوري السيموني شوفوا برضو شوفوا كل الفيديوهات بتاعت الوارد عشان تجمعوا كل الافكار وتعرفوا وتشتغلوا بجد يعني غير كده كمان الناس اللي بتسألني ابدأ ازاي جماعة يعني ابدأوا ازاي ابدأوا لازم يعني انتوا كده عندوكوا ايه هتواراوا قلم عندوكوا كذا فيديو الفيديو بتاع الخمات طيب هتكلموا الحداد الحداد سعر الستند كذا 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 طيب سعر الوارد كام كذا 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 فانتوا عرفتوا وحددتوا كل حاجة خلاص انتوا معاكوا كام في جيبكوا والله الف جنيه طب انا ممكن اجيب الستند المدور دلوقتي مش مهم الكراسة دلوقتي ابقجرها من اي حد وهصور وهبتدي انفذ شغلي فعلا وهعرضه وشوف الناس رد فعلها ايه طيب انا هجيب بعد كده الستند المربع ده ما شاء الله مشي جدا وهكذا تمام الكتابات دي بتبقى عبارة عن خشب ليزر خشب مقصوص ليزر وهو بقى بيقصلك الكلمة اللي انت عايزها وده اللي هو الخيط السنارة زي ما انتم عارفين بيبقى شفف عشان لما تيجوا تربطوها بربط طبعا في الستند الحديد ما يبقاش باين شوية طبعا بصوا النور هو عشان قصير شوية والستند الكبير الستند المربع كبير فمش باين قوي بس هو هيدي اضاءة اضاءة حلوة قوي لكن لو من على الستند المدور نفسه هتحسوا انه هو طوله يدوب على قد مثلا الكورسي بتاع العريس والعروزة فحلوة قوي فانا هنا بدأتنا ناربطو طبعا يعني اربط من اول حرف مثلا من حرف البي وبعدين اخرها حرف الار بس بربطو عادي زي ما انتم شايفين وبحاول عشان ما يبقاش باين ويبقاش شكل وحش بازن الله حاول اعملكم فيديوهات اشكال مختلفة للديكورات دي لو انتم حابين يعني وبشكركم بجده على ان انتم يعني بتدعو لي وكلامكم لطيف وكل حاجة حلوة انتم بتعملوها لي وبعتذر جدا على اي تأخير في الرد على الانستة بس اكسم بالله انا ما ببقاش في كامل صحتي على طول يعني ما ببقاش قادرة ان انا على طول ان انا ابقى تمام وكويسة وقدر رد على الناس فسامحوني فبس مش لاي اي كلام اقوله اتمنى تعملوه لايك وسبشكرا بالامرة تشوفوني انا مايه الليسي ودي كنات المتوضع واشكركم بجد على كل كومنت لطيف وكل حد بيحبني من قلبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة